شو اللي ليه أنا عاوز أتكلم في هذا الموضوع مش على أساس أزيد على هذا الموضوع لأنه كثير من زملاء الخدام يمكن يتكلمون عن هذا الموضوع بكل وضوح فرنسا هي بلد علماني استقبلت ملايين اللاجئين خلال السنوات الأخيرة وهكذا أوروبا وهكذا شمال أمريكا وأستراليا أيضا وعندما يأتون لا تميز نفس الإعانات نفس المساعدات ومطالب أنه كل إنسان اللي بيحصل على جنسية أو المواطنة أنه يحافظ على القوانين يدفع الدرائب مثل ومثل أي شخص يعني الجميع متساوين في هذا الموضوع بفرنسا إذا بتتذكر الثورة الفرنسية درسونها بالمدرسة هي عمليا سواء إذا كانوا اليونانيين القدماء اللي يعني قدموا فكرة الديمقراطية يعني من قديم الفرنسيين كان عندهم ثورة لبرالية معناته مش كل شيء منوافق عليها بس إنه حطوا الدين على جنب ومش عاوزين لكنيسة تدخل أي تدخل بكل الشؤون السياسية أستاذ عم بدرس الطلاب ويمكن بنظر المسلم أنه أساء لأنه وضع صور للرسول واحد من الشيشان بفرنسا قطع رأس هذا المعلم وطبعا ثارت فرنسا لأنه مش أول مرة هذه حدثت كثير في أوروبا في الشرق الأوسط وفي أماكن عديدة في العالم نحن ندين كل أنواع العنف فمثلا في نيوزيلندا قال أنه هذا الشخص اللي يعني فات على المسجد وبالرصاص قتل كثير من أحبائنا المسلمين هو لم يكن مسيحي أصلا يعني قالوا هو مش مسيحي فقالوا هذا المسيحي الكافر إلى آخره كل البلد اعتذرت حتى رئيسة الوزراء لبست الحجاب وكله يعني عم بحاول يتعاطف مع المسلمين لأنه اللي تعمل شيء غلط وهذا مش تعليم المسيح يعني هذا مهم جدا لأنه اللي بيفعل لازم يتبع تعليم هذا ليس تعليم المسيح لأن المسيح ضد العنف وتلميذ المسيح ضد العنف وملكوت المسيح امتد بدون دم يعني قطر الدم واحدة بالعكس هم ماتوا من أجل المسيح